حتى في الأجواء العاصفة والأمطار الغزيرة لا يفارق صياد جسر الزرقاء البحرى وشباك الصيد التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد وهي مهنة ورثوها عن الآباء والأجداد إلا أن التضييقات التي تفرضها الدولة وسلطة حماية الحضائق عليهم تزيد من معاناتهم عندما تكون موجود منطقة حساسة ومنطقة جوهرية أنت كونك عربي لا يوجد لك أي مبرر أنك تكون على جوهرة فكلهم يريدون هذه المنطقة والمنطقة التي تساوي إذا تظهر جغرافيا كساريا من أغنى أغنية إسرائيل قاعدة 200 متر منها أغنى كيبوتس وكيبوتس معجان مخال واحد من الكيبوتسات الكبيرة فهمتها ولعل أكثر ما يذقل كاهل الصيادين هنا هو فرض قيود تحد من إمكانية الصيد لديهم في مناطق محددة باتت تعتبرها سلطة الخضائق على أنها محميات طبيعية وقد تعدت هذه التضييقات المجالة البحرية لتطال المخازنة والأكواخ التي يستخدمها الصيادون لحفظ معداتهم نحن نرى أن هناك تصاعد في هذه السياسة ضد الصيادين في الأون الأخيرة يتم فرض غرامات ومخالفات على الصيادين بحجة أنهم إصطادوا في شباك أنواع ممنوعة ومحظورة حسب القانون أنهم مثلا صادوا في داخل محميات طبيعية وكذلك محاولة اكتلاعهم من الأماكن التي يتواجدون فيها إذا كان مثلا في جسر الزركاء هناك محاولة في الفترة الأخيرة يعني الاكتلاعنا هنا اكتلاع المخازن اكتلاع هذه الأكواخ التي قائمة هنا يعني قبل قيام الدولة نحن هنا لدينا حق تاريخي ونحاول تحسين هذه المكانة التاريخية وحقنا هنا حواجز وعراقل تفرضها السلطات الإسرائيلية تهدف وبحسب الصيادين إلى ثنيهم عن مواصلة عملهم ودفعهم إلى حد اليأس حتى يهجرون الشاطئ إلا أن الصيادين يصرون على البقاء رغم كافة المعيقات والتحديات ليس فقط للحفاظ على مصدر رزقهم بل لصون هذا الموروث العريق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة